متابعي القناة مرحبا بكم ومعنا في فيديو جديد ما تنسى اجتعامنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باشتصلكم كل الاخبار الجديدة والحصرية اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة ايام اضافية برئيس غرفة المخابز محمد بونين وصاحب شركة للمطاحن وموقوف ثالث وقد جاء قرار التمديد القضائي من اجل مواصلة الابحاث والتعمق في شبهات تتعلق بالاحتكار والمضاربة بالمواد الغذائية الاساسية وتبييذ الاموال وللتذكير فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت اذنت الاسبوع الماضي لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينا بالاحتفاظ بمحمد بونين رئيس غرفة اصحاب المخابز بالاضافة الى صاحب شركة للمطاحن وصاحب مخبزة وفي خبر اخر قرار قضائي عاجل في حق كل المتورطين بقضية التآمر على امن الدولة اكدت مصادر مطلعة ان قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرار اليوم الاثنين واحد وعشرين اود الفين وثلاثة عشرين التمديد لمدة اربعة اشهر في مفعول بطاقات الاهداع بالسجن الصادرة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على امن الدولة الداخلي وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد اصدرها اوائل شهر فيفري الماضي بتاقات اداع بالسجن لمدة ستة اشهر قابل للتمديد مرتين باربع اشهر في حق عدد من الموقوفين اثر اتهامهم بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على امن الدولة الداخلي من ضمنهم خيام التركي وعبد الحميد الجلاسي وكميل الطيف وجوهر بن بارك وعيسام الشابي وغازي شواشي وتجدر الاشارة الى ان مفعول بطاقات الاداع بالسجن ينتهي بتاريخ اليوم الاثنين واحدة عشرين اوت الفين وثلاثة وعشرين وقد بادر اقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالتمديد فيه مدة اربع اشهر اضافية وعلى صعيد اخر القابض على صاحب قناة تلفزية خاصة علمت مصادر مطالعة ان الدائرة الصيفية لدى محكمة الاستئناث بنيبل اصدرت يوم الاثنين واحدة عشرين اوت الفين وثلاثة عشرين قرارا بايداع صاحب قناة تلفزية خاصة السجن بعد تأييدها حكما غيابيا قضى بسجنه مدة ثلاثة اعوام من اجل القتل على وجه الخطأ وتفيد المعطيات المتوفرة بان صاحب القناة التلفزية الخاصة تم ايقافه قبل سنوات على خلفية حادث مروري قاتل بجهة الوطن القبلي ليتم الافراج عنه لاحقا وابقائه بحالة سراحة على ذمة الابحاث في القضية وحسب المعطيات ذاتها فقد تواصل النظر في ملف القضية ابتدائيا واستئنافيا وصدر حكم غيابي استئنافي قضى بسجن صاحب القناة التلفزية مدة ثلاثة اعوام مع ادراجه في التفتيش لفائدة محكمة الاستئناف بنابل وقد تم الاسبوع الماضي ايقاف سحب القناة التلفزية باحد المطارات اثناء عودته من الخارج فسجل اعتراضه على الحكم الغيابي وتم تعيين جلسة لتاريخ يوم الاثنين للنظر في اعتراضه وبمثوله امام هيئة المحكمة قررت قبول الاعتراض شكلا وفي الاصل بتأييد واقرار الحكم الغيابي السجني مع اصدار بتاقة اداع بالسجن في حق المتهم لتنفيذ العقوبة البدنية الصادرة في حقه واكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بان القضية هي حادث مرور كان بين سيارة نوع هامر لساحبها عبد الحميد من عبدالله صاحب قناة تونس ناء وسيارة اجرى يصفر عن ستة قتلى من بينهم جندي وطفلين وستة مصابين بمفترق الرعنين منزلة ميم سنة 2020